عقد تحالف الكنائس الانجلية جمعيته العمومية التي حضرها بجانب اتباع الكنيسة والبعثات الانجلية عمد البلدية الجمينة مريم جمع عبئة هارون أب آدم تحالف الكنائس والبعثات الانجلية في تشات في جمعية عمومية عادية لمراجعة وتقييم الانجازات التي حققها التحالف خلال فترة تعمله في المرحلة السابقة حيث رحب اسقف الكنيسة رقم واحد بانجمين التابعة لتحالف امات بالحضور وقال ان عمال هذه الجمعية العمومية ستركز على محور اساسي وهو القيم المسيحية امام كل التحديات موضحا بان مخرجات هذا الملتقى ستشمل عدة نقاط منها كيفية تمكين المجتمع من اجل التغيير ومحاربة العادات الضرة التي تخل باخلاقياته كما اشار الى ان المشاركين سيعاكفون لدراسة وتحليل الظروف الاجتماعية والاقتصادية لضبط ابرز مكامن الخلل ويجاد السبل الكفيلة لمعالجتها اما الامين العام لتحالف الكنائز والبعثات الانجيلية في تشات سوينا بوتيفار المنتهي ولايته فقد اشهد بالدور الكبير الذي لعبه رجال الدين في عملية التكامل الاجتماعي والتعايش السلمي واستبعد عن يكون النجاح الذي حققته الامان العام لامات نتيجة لجهودهم وانما هي بفضل مساهمة الجميع وبقدرة الرب واشدد على ضرورة الفهم الجيد والدقيق لنصوص الكتاب المقدس الذي يعتبر المصدر الوحيد للإيمان المسيحي وابدى تفاؤله بان تحقق هذه الجمعية العامة الغايات المنشودة وابرزها نشر الحب الحقيقي والصادق بين العباد واحترام التنوع واكد ان التحالف سيظل شريكا للحكومة الى جانب المعتقدات الدينية الاخرى وخاصة في الكفاح ضد الارهاب والفساد الاداري وذلك من اجل السلام الشامل والمستدام في بلادنا عقبه في الحديث مدير الشؤون الدينية والعراف بوزارة ادارة الاراضي والحكم المحلي بنيال اندولوم والذي دعا الى اهمية مكافحة الثقافة التبعية في ظل الغزو الفكري والتطورات المتسارعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال لذا يجب على الكنيسة ان تبسط نفوذها للحفاظ على القيم والكرامة الانسانية بهذا الخبر الدني من الكنيسة الانجليا ننهي معكم هذه النشرة دمتم في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله